بالفترة الأخيرة شفنا انتشار كبير للمحافظة الرقمية وصار عندنا مجموعة من المحافظ من شركات مختلفة مثل السيسي باي ويور باي والإنماء باي وبوكي وغيرهم معاكم بدر منصور وفي هذا الفيديو بركز على السيسي باي ويور باي بما أنهم حاليا أكثر محفظتين رقمية انتشار واستخدام بين الناس وبسوي بينهم مقارنة من ناحية المميزات والخدمات أول شي أحب أقوله إن هذا المقطع مجرد مقارنة بين المحفظتين ومو معناه إن شركة أفضل من ثانية فقط بعطيكم مميزات وغيره وإنت بالأخير تحدد إيش المحفظة الرقمية المناسبة لك خليني أقولكم إيش هي المحفظة الرقمية هي عبارة عن تطبيق تحمله على جوالك وتقدر من خلاله تدفع مشترياتك وتستقبل الأموال بسهولة وكل محفظة تعطيك مميزات مختلفة مثل الاستبداد النقد الكاشباك وشوية عروض طبعا لما تسوي اصدار لبطاقة رقمية داخل هذه التطبيقات راح يظهر لك رقم أيبان خاص فيك وتتعامل مع معاملة حساب بنك عادي وتقدر تضيف البطاقة الرقمية عندك على أبل باي بالآيفون أو مدى باي بأجهزة الأندرويد وتقدر أيضا أنك تصدر بطاقة بلاستيكية إذا كنت تحتاج هذا الشيء طبعا البطاقات الرقمية بتكون في المحفظتين مجانية أما إذا حبيت تطلب بطاقة بلاستيكية اليور باي بيكون رسومها السنوية 34 ريال أما السي سي باي بتكون مجانية وبخصوص السي سي باي تابع الشركة الاتصالات السعودية واليور باي تابع المصرف الراجحي وتقريبا المحفظتين متشابهين لحد كبير بالمميزات مع اختلافات بسيطة طبعا بهذا الفيديو بتكلم فقط عن بطاقة الفيزا لأن بطاقة مدى حق السي سي باي ما فيها عرض الكاشباك بخصوص البطاقتين كلهم يجوا بأشكال مميزة تصميم بطاقة يور باي تيجي باللون الأزرق وشفاف من تحت مثل ما تشوفه والشعار اللي فوق فيه تموز جميل للألوان والسي سي باي تيجي باللون البنفسجي مع الخط الشفاف اللي بالجم وطبعا ما فيه أي بيانيات على وجه البطاقة عشان الأمان وكل الأرقام موجودة بالجهة الخلفية نبدأ أول شي مع تصميم التطبيقين التطبيقين يجوا بتصميم حلوة لكن أنا شخصيا أفضل تصميم تطبيق السي سي باي وتحسه مرتب ومتنوع وشكله أجمل أما تطبيق يور باي تصميمه بسيط وبدون أي لمسات جمالية لكن بشكل عام التعامل مع كل التطبيقين سهل وواضح وثاني شي الكاشباك أو الاسترداد النقدي وهذه الميزة اللي تسوق لها حاليا أغلب المحافظة الرقمية وفكرتها إذا اشتريت أي شي بالبطاقة راح يرجع لك رصيد مجاني لحسابك بخصوص السي سي باي راح يرجع لك إذا استخدمتها بالمشتريات نصف بالمية يعني لو اشتريت مثلا بألف ريال راح يرجع لك خمسة ريال أما بطاقة يور باي تعطيك واحد بالمية على المشتريات يعني لو اشتريت بألف ريال بيرجع لك عشرة ريال لكن بطاقة السي سي باي الاسترداد النقدي فيها ما يكون على كل شي تشتري وفيه بعض الاستثناءات أما بطاقة يور باي الاسترداد النقدي شامل على جميع مشترياتك بدون تحديد وهذه نقطة تحسب لصالح اليور باي البطاقتين يدعموا التحويل الدولي السي سي باي عن طريق ويسترن يونيون ويور باي عن طريق ماني جرام والجميل أن المحفظتين دائما ينزل عروض على هذه الميزة وطريقة التحويل جدا سهلة بالتطبيقين وبخصوص التحويل المحلي مجانا بكل التطبيقين وتوصل الحوالة بسرعة إذا حولت بوقت الدوام الرسمي للبنوك وإذا حولت بعد الدوام توصلك ثاني يوم لكن الحلو باليور باي إذا حولت على حساب الراشحي راح توصل الحوالة بنفس الوقت بدون تحديد لساعات الدوام وبخصوص رسوم العمليات الأجنبية في بطاقة يور باي 1.68% أما السي سي باي 1.7% طبعا الفرق جدا بسيط بينهم والحد الآله للاستخدام الشهري بالبطاقتين هو 20 ألف ريال فقط ونيجي الأهم نقطة وهي طريقة شحن المحفظتين تقدر تشحنها من خلال التحويل البنكي أو من خلال الفيزا والماستر كارد أو أي شخص يحولك من المحفظته لمحفظتك بشكل سريع وأيضا تقدر تضيف الأموال من خلال أبل باي لكن حاليا فيه مشكلة بتطبيق السي سي باي أنه ما صار يقبل الشحن من خلال أبل باي من كثير من البنوك وإذا تواصلت معهم يقولك تواصل مع البنك وإذا تواصلت مع البنك يقولك تواصل مع السي سي باي وبصراحة ما صرا نعرف المشكلة عند مين عشان كذا إذا يهمك هذا الموضوع حاليا ممكن تستخدم يور باي وبخصوص البطاقات البلاستيكية يور باي عندهم بطاقة واحدة فقط واللي هي الفيزا أما السي سي باي عندهم الكلاسيك والبلاتينيوم والسيجنتشر طبعا الكلاسيك مجانية أما باقي البطاق برسوم سنوية وبخصوص السحب النقدي من الصرافات بطاقة يور باي تقدر تسحب منها من أي صراف راشحي مجانة أما السي سي باي بيكون فيه رسوم على السحب النقدي طبعا نتكلم عن بطاقة السي سي باي الفيزا تقريبا هذه أهم المميزات اللي شفتها بالمحفظتين وأنا شخصيا أشوف إذا أنت عميل عند الراشحي ممكن تستخدم يور باي وبتكون الأمور سلسة أكثر معاك مثل التحويل السريع وغيره وأيضا الكاشباك في اليور باي أعلى لكن بشكل عام كل المحفظتين ممتازين وأنا أستخدمهم كلهم وأحاول أستفيد من المزايا فيهم وأنت كمان تشوف إيش المحفظة اللي تلبي احتياجك من أي بنك أو شركة واستفيد منهم قد ما تقدر